مرحبا اعطيك العافي معكم صاحب حكيم من بريقه ايتيم هالفيديو ان شاء الله رح نطلع الريفليكسيف والترانستيف والسيمتريك والانتسيمتريك بحيث لو اعطاني السؤال على هذا الشكل على شكل كيف رح احلو الريفليكسيف شو احنا الريفليكسيف يكون مثلا عندي A A B B الاخر الريفليكسيف اول ايشي شو رح اعود نفس المتغير مكان A وB فرح انا بداعوض مثلا X. X اكبر او يساوي X. هل X اكبر او يساوي X? جرب عوض الرقم مكان X مثلا 6 هل خمسة اكبر او يساوي خمسة? ياس اكبر او يساوي خمسة. لانه في عندي مساوى فإذن هي هاي أول إشي هاي رفليكسف ليش رفليكسف لأنه اكس أكبر أو يساوي اكس أكيد شو ما عوضت رقم الأربعة هتكون أكبر أو يساوي أربعة الآخرة السيمتريك بتعوض رقمين مختلفات تمام اكس واي مثلا اكس أكبر أو يساوي واي ودك تعمل له انفيرس شو بصير واي أكبر أو يساوي اكس لازم عشان يكون سيمتريك الأصل بساوي الانفيرس لو عوضت مثلا خمسة أكبر أو يساوي ثلاثة هل ثلاثة أكبر أو يساوي خمسة هل إشي لا فهو نات سيمتريك لأنه لما عكسته بطل بعطيك جواب صح نات سيمتريك الأخري لما بدك تعكسه بدي يعطيك جواب غلط فعون تعوض خمس وثلاث هل الثلاث أكبر أو يساوي خمسة لا إذن هي أنتي سيمتريك لا إذن هي أنتي سيمتريك أعطاك جواب غلط الثلاث مش أكبر أو يساوي خمسة فهي أنتي سيمتريك أنتي سيمتريك يعني السيمتريك لما بدك تقلبه لازم يطلع الجواب برضو صح الأنتي سيمتريك لما تقلبه بدي أعطيك جواب غلط نشوف مثلا هون القاعدة هاي الريليشن الثانية بدي أول شي أشوف له آه طبعا الترانستيف إحنا لسا ما حكين هون ترانستيف الترانستيف شو هي الترانستيف كنا نحكي إحنا القاعدة العاملة للترانستيف إنه A إمبلاي B B إمبلاي C بدي أعطيني من A إلى C فأنا هون بدي أعوض ثلاث متغيرات ننزل هاي شوي عشان نخذ روحتنا في كتاب الترانستيف بدي أعوض ثلاث متغيرات بدي أعوض X, Y و Z تمام فإذا X أكبر أو يساوي Y and Y أكبر أو يساوي Z هل هالإشي رح يعطيني X أكبر من Z X أكبر أو يساوي Z يس حيعطين X أكبر أو يساوي Z لو دك جرب تعوض أرقام تعوض مثلا 6 X والY 3 والZ 2 إذا 6 أكبر من 4 وال4 أكبر من 2 هل يعني إنه 6 أكبر من 2 يس 100% حيعطيك جواب صح إنه ترانستيف لو ننزل على المثال البعده نشوف إذا هو reflexive, symmetric, or anti-symmetric أول إشي نشوف إذا reflexive نعوض نفس المتغير مكان A و B X زائد X أكبر من 3 هل هالإشي صح لكل القيم طبعا؟ أكيد لا هو مش reflexive ليش؟ مش reflexive جرب عوض واحد واحد زائد واحد رح يكون أقل من 3 ساوي 2 وهو مش reflexive لو عوضت مثلا 2 زائد 2 أكبر من 3 طب هاي رح تحكي لهذا جواب صح مظبوط صح بس اختلت قيمة واحدة اللي هي واحد زائد واحد أنا بحكي عن لكل القيم فهو هون بطل reflexive لو نشوف Symmetric Symmetric X نعوض متغيرين جديد متغيرين 2 جداد X زائد Y أكبر من 3 هل يعني إنه Y زائد X هي عكست هنا عكست بين X وال Y أكبر من 3 إذا كان X وال Y أكبر من 3 عوضت مثلا 5 و 2 رح يعطيك 7 أكبر من 3 لو عوضت 2 و 5 2 زائد 5 برضو رح عطيك أكبر من 3 إذن هي Symmetric ليش؟ لأنه لما عكست أنت لجمع عملية تبادلية أصلا ما اختلف الجواب وهي أكيد Not Antisymmetric ليش؟ لأنك لما عكست أعطاك أنه بساوي الأصل فهي Not Antisymmetric Not Antisymmetric Symmetric نعيدها منيح عوضت 5 زائد 2 نفسها تعويضك 2 لزائد 5 فيعطتك Symmetric لما عوضت 5 زائد 2 وعطتك نفسها تعويض 2 زائد 5 يعني ظلت نفس الإشي الانفرس بساوي الأصل فهي أكيد Not Antisymmetric نشوف هسا الترانستيف نزيح له هون عشان فيه سؤال الترانستيف حكينا نعود ثلاث أرقام X زائد Y أكبر من ثلاث and Y زائد Z أكبر من ثلاث هل هالإشي بعني نمحيها ونعيد من أول بخط يصر نمحيها ونعيد بخط أحمر عشان نفهمها منيحة بيحكي لي X زائد Y أكبر من ثلاث and Y زائد Z أكبر من ثلاث هالإشي بعني إنه X زائد Z أكبر من ثلاث جرب بعوض أرقام بدي عوضل X صفر ال Y خمسة وال Z واحد تمام آآ صفر زائد خمسة أكبر من ثلاث تمام والخمسة زائد واحد أكبر من ثلاث تمام هل يعني إنه الصفر زائد واحد أكبر من ثلاث هالإشي أكيد لا بتحقق الشرط الأول بتحقق الشرط الثاني بس ما صار الشرط الثالث صفر زائد واحد مش أكبر من ثلاث إذن هي لن تتترانستف اي بي اي بي سي. بدو اياني اخل اجد له الرفليكسف اكلوجر. يعني بدو اياني اخلي له ايها رفليكسف. شو ناقص عشان تصير رفليكسف? ار بتساوي. اي اي. اي بي. بي سي. ناقصها العنصرين بي بي و سي سي. عشان اخليها رفليكسف ده حط بي بي. و سي سي. هاي هيك صارت رفليكسف كلوجر. راح تحكي لي بس هيك راح احكي لك اه بس هيك. السيمتريك كلوجر. كيف تعملها السيمتريك? طبعا السيمتريك ما له دخل بهاي. واللي ما له دخل بهاي. راح اظلنا بطلع على الاساسية. عشان تصير سيمتريك هاي رفليكسف عشان تصير سيمتريك ار بتساوي بكتبها زي ما هي كاملة اي 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 بي بي سي. بروح اعكس كل عنصر وبحط معكوسه اي اي لما اعكسه راح يطلع عندي اي اي. فما راح احطه لانه موجود عندي. اي بي لما اعكسه راح يطلع عندي بي اي بحط معكوسه بي اي. وبي سي لما اعكسه راح يطلع عندي سي بي. راح حط سي بي. وهيك خلاص صار كل عنصر معكوسه موجودين. صار الانفرس بساوي الاصل اذا ايه صار سيمترك ايه اللي ترانستيف شو حكينا دايما اللي ترانستيف حكينا دايما انت روح ارسن او اذا انت بدك بتعمل بتحب ار ون اتحاد ار ون تربيع اتحاد ار ون قوة ثلاث الى اتحاد الى اخره انت حر بس دايما ارسم افضل لك فارسم ايه بي او سي ناحية هاي بي او سي عيندي الريلاشن انا عندي من ايلى ايها هي اي وهاي هي بي وهاي هي سي عندي من ايلى اي عندي من ايلى بي وعندي من بي لسي شو اللي كان اذا عندي طريق بخطوتين لازم يكون موجود عندي طريق بخطوة واحدة فأنا بقدر اروح من ايلى بيnytه ومن من بي لسي صح صح عندي هاي من اي لا بي. ومن بي لا سي. لازم يكون عندي يعني من اي لا سي. اذا بس الفكرة دمت خط هون. بس هيك. يس بس هيك. مدت خط هون راح ارجع ضل ايش عندي ما ضل ايش عندي. راح ارجع اكتبها واضف لها بس يعني نفس هاي الاساسية. واضف لها الخطوة من اي لا سي. بس هيك بس هيك. فالموضوع جدا سهل. بدي اعملهم انا ما راح يتغلب فيه. بفت من اي لا سي. حطيتها فوق انتهى الموضوع. ان شاء الله هون خلص الفيديو. اي حد انت سؤال اي حد ما بس افسار. بقدر يبعث لي ويعطيكو الف عافية.